تبذل المديريات الأمنية بالمحافظات جهودا متواصلة في متابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الوقائية وتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجميع تواصل المديريات الأمنية جهودها المبذولة لتحقيق السلامة العامة ضمن الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا والعمل على تحقيق أمن وسلامة كافة المواطنين والمقيمين مشددة على أهمية الاستمرار بالتقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لخفض مستوى انتشار فيروس كورونا بما يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع في الآونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع لعدد الحالات القائمة لفيروس كورونا والسبب الرئيسي يرجع إلى تراخي البعض في تطبيق الجراءات الاحترازية والوقائية وإحنا بدورنا كشرطة خدمة المجتمع قمنا بنشر الدوريات في عموم المحافظة الجنوبية وذلك من أجل تكثيف الحملات التوعوية قبل حملات انفاذ القانون وانحث أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتوصيات اللي وضعها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا واننبح على ضرورة ارتداء الكمام والحد من التجمعات وأخذ معايير التباعد الاجتماعي قامت مديرية شطة المحافظة الشمالية بالعمل وفق مقتضيات المرحلة الحالية بتعزيز الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة في الأسواق والمجمعات التجارية والسواحل وتمت مواصلة أخذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الغير ملتزمين بلبس كمامة الوجه الوقائية في الأماكن العامة وأيضا من أجل تعزيز الصحة العامة تم مشاركة وزارة الصحة في الحملة الوطنية لتطعيم المؤهلين من من تنطبق عليهم شروط أخذ الجرعة المنشطة لضبط عملية التنظيم لدخول المراكز الصحية بالمحافظة الشمالية وطبعا ما زلنا مستمرين في زيارة الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع معدل الوعي المجتمعي حسب الإرشادات والتعليمات المدرجة تحت المستوى الأصفر ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا هذا ويشكل الالتزام بالتدابير الوقائية ولبس كمامة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي ضرورة قصوى في خفض تداعيات جائحة كورونا وهو واجب وطني على كل فرد في المجتمع لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي والوصول إلى النتائج المرجوة